ولذلك هذا الدعاء بودي أن تكتبوه أن تكتبوه وأن تقولوه أنا ما يحتاج وصيكم في العشاء بالتعشون من غير ما وصيكم لا توصي حريس أنتم جيدين ما شاء الله في الطعام والشراب ما يحتاج أسأل السفر تسلم من لكن المسألة الوصية في طعام الروح أما العشاء ما يحتاج نوصيكم تحتاج أن توصي وصيكم الإفطار يحتاج نوصيكم فيه الغداء يحتاج ما يحتاج الله المستعان لا توصي حريس لكن يحتاج أن نتواصى بهذا الدعاء من الذي سأله الصديق من الذي أجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به قال قل قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك اللهم فاطر السماوات أسأل الله لمن حفظ هذا الدعاء النبوي وعمل به من هذه الليلة أن يقيه الله شر نفسه وشرور نفسه وشر الشيطان وشر الشركة وأن يقيه شر الدنيا والآخرة قلوا آمين ومن قال آمين ولو عبر الشريط ولو عبر التسجيل أسأل الله لمن سجل ووزع الشريط ووزع الخير وبلغ الخير أن ينظر الله وجهه وأن يجري ثوابه كما أجرى أنفاسه فإن الدال على الخير كفاعله وفاعله من أهل الجنة بإذن الله ومشيئته قل إذا أصبحت يا إخواني هذا أهم من الغداء والعشاء والإفطار قل إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك وتروا أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان يأتي عند النوم يخدر العبد من أجل ينام ولا يقول هذا الذكر فانتبهوا لا يخدركم بمخدره ولا يوسوس لكم بوساوسه واجلس في فراشك وقل هذا الذكر ولا تنم إلا عليه قل إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك اللهم فاطر السماوات والأرض الله أكبر الله أكبر اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك الله أكبر أعوذ بك أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان الرجيم وشركه وشركه وأن أكترف على نفسي سوءا وأن أكترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم وأن أكترف أو أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان الرجيم وشركه وشركه وأن أكترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم هذا الدعاء النبوي من قاله أجاره الله من شر نفس كفاه الله من نفسه وأجاره الله من كيد الشيطان ولم يصب ولم يقع في الشرك ولا في شرك المعاصي ومات بخير وعاش بخير ومات بخير فانتبهوا لهذا الذكر